أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن إجمالي قوافل المساعدات التي تقدمها إلى قطاع غزة بلغت حتى الآن 503 شاحنات وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن قيمة الشاحنات تجاوزت 530 مليون جنيه لتحل على رأس المؤسسات التي قدمت الدعم الإغاثي للأشقاء في القطاع كبيرة تقوم بها كافة مؤسسات الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة المحاصرة ومنها مؤسسة حياة كريمة التي تعمل على إطلاق العديد من شحنات المساعدات إلى القطاع مؤسسة حياة كريمة أرسلت ما يقرب من 503 شاحنات قوافل إغاثية لقطاع غزة بقيمة تجاوزت 530 مليون جنيه لتعد على رأس المؤسسات وأولها التي قدمت الدعم الإغاثي للأشقاء في غزة وتضمنت الشاحنات توصيل السلع الغذائية والمياه والملابس والأدوية والمستلزمات الطبية والبطاطين واحتياجات أخرى وذلك من خلال تبرعات الشعب المصري للمؤسسة عبر حساباتها البنكية وغيرها من وسائل التبرع المختلفة بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الدولية كما أطلقت مؤسسة حيه كريمة حملة للتبرع بالدم دعما للأشقاء الفلسطينيين المصابين وعقدت ندوات ومحاضرات توعوية بالجامعات المصرية بالقضية الفلسطينية فضلا عن توعية كافة الفئات العمرية بالقضية وأهميتها للأمن القومي المصري اشتركوا في القناة